دعوة مع ضيفنا من السنبول أحمد رمضان رئيس دائرة الإعلامية في الاتلاف الوطني السوري سيد أحمد أهلا بك معنا في حديثه عن المفاوضات عموما رئيس النظام السوري بشار الأسد يقول بأن هذه المفاوضات لم تكن في السابق ولن تكن مجدية تعليقكم أنا من الواضح أن بشار الأسد يرفض التعاطي مع هذا المسار وهو المسار الدولي المعتمد الذي ترعاه الأمم المتحدة وتدعمه أيضا الدول الكبرى الأساسية وبالتالي هناك شعور بأن بشار الأسد وصل إلى النقطة المفصلية الآن في جينيف عليه أن يتعاطى بجدية في ظل إدارة أمريكية جديدة تختلف عما كانت في السابق وهو يحاول الآن الهروب من استحقاقات جينيف إلى العملية التي ترعاها موسكو في أستانو وتوفر له الفرص فعليا للهروب من هذه العملية سيد أحمد أعذرني على المقاطعة خليني أن أقول لك رأي آخر البعض يقول لماذا الهروب ربما يكون لأنه على الميدان لا حضور في هذه المرحلة ربما كذلك يكون لرفع ثقف الطلبات في هذه المفاوضات ما رأيكم يعني ليست القضية في قضية رفع السقف القضية هي أن المفاوضات تتحدث تحديدا عن قضية الانتقال السياسي هناك الآن موقف أمريكي جديد أصبح مدعوما أوربيا وعربيا بأنه لا وجود لبشار الأسد في مستقبل سوريا ولا في الفترة الانتقالية وبالتالي أدرك النظام بأنه إذا دخل هذه المفاوضات وتعاطى مع عملية الانتقال السياسي كما تحددها قرارات مجلس الأمن وبالتالي فإن النظام بهيكاليته الحالية وتحديدا بشار الأسد وزمراته لن يكون له موجود في المستقبل السوري ولذلك يحاول النظام اللعب على ورقة الوقت مدعوما الآن بإيران والميليشيات التي توفرها له على الأرض وأعتقد أن هذه العملية أيضا محكومة بالفشل نعم سيد أحمد هذا بالنسبة للنظام بالنسبة لكم أنتم كمعارضة تنتظرون شيئا معينا هذه المرة ربما يكون مختلف عن جناف السابقة يعني هناك أيضا نقطة مهمة هي البيئة التفاوضية التي تؤدي إلى نجاح هذه العملية كان هناك أمل بأن تؤدي أستانة هذا الموضوع توفر أستانة وقف إطلاق النار للأسف لم يتحقق هذا الموضوع نحن نأمل أن تسفر الضغوط الآن التي تمارس بما في ذلك على القيادة الروسية لوقف إطلاق نار كامل وكل ما يستتبع ذلك من عمليات حصار وقضية المهجرين وأيضا فتح الخطير والشائق ملف المعتقلين وعدم الانتظار به كل هذه القضايا يمكن أن تساعد في دفع المفاوضات في جناف إلى الأمام مع التركيز على قضية الانتقال السياسي نحن نريد أن نذكر الآن في جناف ونحن سنغادر إلى جناف بعد غد الأثنين سنذكر الآن بأنه بعد متزرة خان شيخون واستخدام النظام للكيماوي لا يمكن التساهل مع هذا النظام لا يمكن العودة إلى الوراء والتحدث أيضا بشكل مائع بشكل غير محدد بشكل مسارات مفتوحة مع النظام يجب أن يكون هناك تحديد لهذه العملية يجب أن تكون العملية أيضا موجهة بشكل كامل لحوى الانتقال السياسي الفوري في سوريا سيد أحمد بخصوص ما كنتم أشرتم له في موضوع وقف الاقتتال أو وقف تام لإطلاق النار أستانا على الأقل حققت تهديئة على مستوى أربع مناطق هل الجناف ربما ستكون امتدادا لأستانا من ناحية هذه النقطة؟ يعني التقارير المتوفرة والمتاحة للجميع لا تتحدث عن تهديئة حقيقة في أربع مناطق ما زالت عمليات القصف مستمرة ما زالت عمليات التهجير مستمرة ما زالت الميليشيات الإيرانية تهاجم على الرغم من إعلان نصر الله قبل يومين بأنه سوف يخلي بعض المناطق الحدودية وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقيات التي توقعها روسيا هي اتفاقيات ورقية تحتاج حقيقة إلى ضمنات دولية وإلى مراقبة أيضا دولية وإلى سحب هذا الملف إلى عهدة الأمم المتحدة والتعامل أيضا على قاعدة الرقابة الدولية وبالتالي نحن لا نريد أن نتحدث عن تجزئة المناطق وعن التقسيم نحن نريد الآن نتحدث عن اعتبار سوريا وحدة واحدة ووقف إطلاق نار شامل وفوري كما ينص القرار 2254 وكما التزمت روسيا في اتفاق أنقرة 29 ديسمبر الماضي اعتبار وقف إطلاق النار شامل في سوريا والتوجه الفوري إلى المفاوضات المباشرة في جينيف التي تقود إلى الانتقال السياسي في سوريا شكرا جزيلا لك أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الاتلاف الوطني السوري كنت معنا من إسطنبول